السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا أيها الأفاضل وأياتها الفضليات يشتك الكثيرون ممن هم من أهل الغنى والثراء ومن أهل الحاجة والعوز يشتكون من أمور كثيرة مادية ونفسية ومعنوية وحلها واضح جلي وذكر في كتاب الله عز وجل يقول الحق سبحانه وبحمده وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا أي كما بيّن أهل العلم لو استقاموا على الإسلام لو استقاموا على الحق والخير لو استقاموا على الإخلاص والاتباع لأسقيناهم ماء غدقا أي لا وسعنا لهم في رزقهم ووسعنا عليهم في شتى أمورهم وشؤونهم ففضل الله واسع وفضل الله عظيم وخزائن الله عز وجل ملآ والله عز وجل لو أعطى كل سائل مسألته ما نقص ذلك من ملكه ومن خزائنه شيء ولذلك علينا أيها الأفاضل وأياتها الفضليات أن نراجع أنفسنا دائما وأن نستقيم على الطريقة التي أرادها الله عز وجل لنا حتى نسقى هذا الماء الغدق أي حتى نعطى الرزق العظيم الكثير الواسع في شتى شؤوننا ماديا ومعنويا نفسيا وماديا اجتماعيا واقتصاديا وأسريا وكل هذه الأمور ترتبط بأن يستقيم العبد على طاعة الله عز وجل مخلصا له سبحانه وبحمده متابعا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يردنا إليه ردا جميلة وأن يرزقنا وإياكم الإخلاصة والاتباع وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وحسن التوبة والأوبة وحسن الخاتمة والفردوس الأعلى إنه لي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين